أعزائي المشاهدين أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من المسيح والحل ربنا معاك عبارة بنقولها دلوقتي عمال على بطار لكن الحقيقة أنا مش جاي أقولك إن ربنا معاك زي ما الناس بتقول عمال على بطار لكن عايز أقولها لك إن العبارة دي مذكورة في الكتاب المقدس كتير جداً خليني أجيب لك مثال من الكتاب المقدس يوسف الصديق لما كان رايح افتقد أخواته خنوه ورموه في البير لكن الرب كان معاه وما تأزاش من وحش مفترس لكن الناس كانوا ماشيين أخدوه بعوه ودخل بيت فوتفار والبيت كله اتبارك بسببه ليه؟ لأن الرب كان معاه كان يوسف في بيت فوتفار وكان الرب معاه ومعرفتش مراد فوتفار توقعه في خطيط الزنا لأن الرب كان معاه كان يوسف في السجن والرب كان معاه هتقول لي سؤال حيتبادر لزهنك هل فعلا الرب كان معاه؟ أمال إيه المصايب اللي كان فيها دي؟ أيوة ماهو الرب كان معاه لما وجد نعمة في عين صاحب البيت وخليه على كل ممتلكاته طبعا لازم يكون الرب معاه لما حماه من امرأة فوتفار أنه ماقعش في الزنا برضو ماهو الرب كان معاه وقال إيه كيف أفعل هذا الشر العظيم أمام الله الرب كان معاه لما دخل السجن وأعطاه نعمة أنه يفسر الأحلام الرب كان معاه لما خرج من السجن وفرعون حلم حلم والشخص اللي كان مع يوسف في السجن قال لفرعون على يوسف ولما يوسف فصل الحلم الفرعون أصبح يوسف فين؟ بقى الرجل التاني لمصر طب ليه؟ لأن الرب كان معاه عارفين كان معاه ليه؟ لأنه هو كان عايز يبقى أمين مع الرب يوسف كان عايز يبقى أمين مع الرب تتخيله الرب حيسيب شخص عايز يكون وفي وأمين معه؟ عزيز المشاهد الكتاب بيقول كن أميناً إلى الموت أعطيك إكليل الحياة كن أمين ضد إغراءات الحياة كن أمين رغم ظلم الناس ليك الرب هو اللي هيكفأك على أمانتك حتى ولو ما شفتش مكفأتك في الدنيا لكن مكفأتك هتكون أبدية في السماء هتكون لك الحياة الأبدية عزيز المشاهد يا طرى بتعرف أن من أسماء المسيح عم نويل يعني الله معنا؟ لو قبلت المسيح هيكون الله معاك زي ما كان مع يوسف زي ما كان مع غيره مع كتير من الناس القدسين أرجوك اقبل المسيح اللي هو اسمه عم نويل يعني الله معنا لأن المسيح بصراحة مش هيسيبك وحتكون في معيته دايما لأنه المسيح هو إيه؟ تقوله ورايا؟ المسيح هو الحل ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة